يعطيكم العافية أنا ما كنت بدي أعمل هذا الفيديو لأنه أنا ما بحب دراما وتفاهة السوشال ميديا ولا عمري دخلت فيها أصلا ولكن قد ما أنتوا بعدتوا لي أنه أبو الرب عامل الفيديو حاكي عني فيه وغلط علي وهل اللي حكا أبو الرب صح أو لا؟ أصار لازم أرد وأعمل حد لهذا اللي معفن بدأ الموضوع من سؤال اتكرر كثير عندي وعند أبو الرب ليش بطلت وتطلعوا مع بعض واللي ما بيعرف أحمد أبو الرب صاحبي من زمان أو كان صاحبي وكنا كثير نعمل فيديوهات مع بعض بس إجت فترة وبطلنا نطلع مع بعض في أسباب كثير ومشاكل وأنا متعود طالما في مشكلة بيني وبين شخص وما طلعت قدام الناس بتضلها بيني وبينه بس المط يقرر يعمل فيديو يجاوب على أسئلة المتابعين حلو ما في أي مشكلة كل واحد حر في قناته بس المشكلة لما إجي يجاوب على السؤال لكل مستنين ليش بطلت تطلعوا مع بعض اتوقعت هون يحكي عن سبب المشكلة ويحكي رأيي وأنا بعدين أحكي رأيي يام نرجع منصطلح يام نضل بعد هيك المنطق بحكي بس توصل إنك تغلط علي لا أهون وقف عن تحدك شوفوا شو حكى المطي ليش بطلت تطلع مع زغلول زغلول تحديدا زغلول مشكلتي معا يا جماعة إنه الزلم جد ريحته طالعة ومش قصدي عن الموضوع يعني إنه بطريقة مجازية لأ زلم ريحته طالعة ما بتحمم وحكيت لأكتر مرة يا زغلول مشكلة الله حط عطر عادي ريحة عرق مع عطر بتعمل فهم كموفلاج بس هو نفسه يعني مش عارف من خاره عامل عامل سكيب لريحته بس لازم تعرفوا إنه أنا على علاقة طيبة معهم كلهم والحمد لله إلا زغلول طبعا زغلول له يا أجرب ولك ما أنت العطر كايب بالنسبة لي لك اكتشاف ما عرفت عنه غير لما أنا فتحت معل العطور وبعدين تعال خلينا نحط موضوع العطور على جنب أنا بدي أحكي لكم عن جد المشكلة الحقيقية أنا وهذا المطي كنا كثير نسافر مع بعض وتخيلوا نقعد أسبوع مسافرين أوعي ما يغيرهم أوعي كانت تشتكي مشان أنا الله تقنى يا أبو الرب حتى اللي بلوزة كانت تلزق عليه بطل عارف تفرق بين جلده وبلوسته وتخيلوا بكل هذا القرف وأنا متحمله عادي صاحبي ومحسوب علي وكنت أنصحه طبعا ولكن على الفاضي ما كان يرد زي اللي في جاما ما كان ينطلع فيه ولا موضوع اللي شخير حدثوا لا حرج كنا كل من سافر على أي مكان ويكون معانا أكثر من شخص محدش يرضى ينام معاه بنفس الغرفة قدم صوت شخيره عالي لا وأكثر إشي مستفز بالفيديو تابعه بحكي لإني بستحي خجول خجول مين يا زلمي وقالت لو إنك بتستحي لو عندك ذرة خجل ما بتطلع بتحكي هيك حكي لا والأوسخ إنه عاد هكذا مرة بستحي كثير يعني هو شخص فيه كل العبر وجاي يحكي علينا ولهون وبيكفي ومش حاب أعطي قيمة أكثر من هيك وبدأ أوضحي لكم شغلة جدا مهمة أنا هذا البني آدم ما بدي أعرفه مرة ثانية لا أكثر من سبب أولا هو بيعرف إنه أنا أهلي بيحضروا فيديوهاتي وفيديوهاته لما يطلع يحكي علي هيك هو مش محترم هذا الإشي وثاني إشي أبررب إنت شو عرفك أنا هسا شو عم بعمل بركي قاعد عم بخطب بتروح بتعمل الفيديو بتحكي علي هيك حكي فخلص رجاء ما حدش يجيب لي سيرة هذا اللي معفن مرة ثانية وأنا آسف وبعتذر لي إلكم كثير إن نزلت هيك فيديو بس إنتوا طلبتوا مني بتكون بتعرف الحقيقة